السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله الملوخية بطريقة سهلة و بسيطة و هقولك على المكون هيفرق قوي في الطعم و كمم في اللون اول حاجة هجيت نص كيلو من الملوخية و هقطفها و اخسلها كويس و حطها في الخلاط بعد كده هحط عليها نص كوباية من الشربة علشان اضربها في الخلاط و طبعا بش هضربها قوي علشان خاطر ما تنعمش معي و هحط ربع معلقة من الكربوناتو دي هتفرق قوي في الشكل و في اللون و هتدي ماذاك كمان هنا معي كوبايتين و نص من الشربة دول طبعا غير نص الكوباية اللي انا حطيتها في الخلاط و معي هنا معلقتين من السمنة و معي هم خمس فصوص من التوم دقتهم و هطيت عليهم كمان معلقة كبيرة من الكثبرة النشفة لو الشربة ده سم قوي معيك يحطي معلقة سمنة واحدة بس هنروح نرفعهم على النار و هيا خلاص رفعناهم على النار حطيتهم مع بعض علشان ننجز وقت شوية الشربة على النار احط فيها مكعبين من مرقة الدجاج و الناحية التانية حطى الخليط بتاع التوم اللي هم خمس فصوص توم مدقيين و هليهم معلقة كبيرة من الكثبرة النشفة و طبعا معلقتين سمنة هستنى بس لغاية التوم يصفر شوية علشان ايه ابتزي ان احطه على الملوخية هستنى الشربة تغلي كويس قبل ان ابتزي ان اضيف الملوخية اللي ضربتها في الخلاط هضفها بشكل تدريجي و انا بقلب بالشكل ده و هخليها على النور بس لغاية ما تغلي اول ما تبتدي تغلي طبعا الملوخية ما يفضلش خالص انها تغلي كتير فهي اول ما تبتدي تغلي بحط على طول الخليط بتاع اللاتوم طبعا كده اللاتوم خلاص صفر فرفعته من على النور و نستنى بس الملوخية تبتدي تغلي و طبعا يبنيت الشربة محطوط عليها الملح والفلفل والتوابل بتاعتها سواء شربة فراخ شربة لحمة انت ضرور يكون يحط عليها التوابل بتاعتها بس و اول ما تبتدي تغلي هضيف على طول الخليط التوم و وقفل النور بسرعة و انا خلاص حطناها في بقى التقديم و اتمنى الفيديو يكون نال اعجابك و اكد لك لو عملتها بالطريقة دي كل هيشهد ان انت شطرة جدا فيها و ما تنسونيش يا بنات في لايك و في اشتراك لو طبعا اعجبكم الفيديو و ما تنسونيش في شير للفيديو كمان و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة